انا كنت بقول في المقدمة انه المسألة مش حكاية خائرة الشاطر المسألة هي ايه قصته مين هو خائرة الشاطر لو عاوزين نفهمه يعني ده ولد عمليا كان شيوعي تروتسكاوي سجن في 68 على خلفية انه شيوعي تروتسكاوي دخل السجن في 68 خرج العكس تماما خرج يمين ديني متشدد ايه قصة يعني تحية لحضرتك وسعيد اننا يعني من التاخب هذه السنوات خائرة الشاطر في تاريخ جماعة الاخوان هو الشخصية الاخطر بعد حسن البنة بمعنى ان في استعراض كده الاهم الشخصيات التي اثرت في مسيرة هذا التنظيم سنجد ان حسن البنة هو كتب لوائح التنظيم كتب نظمه كتب رسائل مؤسسة الأدبيات الأساسية لكن ربما ما يستحق الاحتفاء في شخصية خائرة الشاطر انه عجل بنهاية هذا التنظيم بمعنى انه لو بزلت اهم قياداته يعني عشر ما بزلوا خائرة الشاطر ما وصلت الى هذا المصير التحق خائرة الشاطر بتنظيم الاخوان في العام 1974 1974 هي الفترة التي شهدت حراك داخل الجماعات المصرية في ظل مساعر رئيس السادات رئيس الراحل السادات للعب ورقة الاسلاميين في مواجهة المعارضة او الطيرات اليسارية والقومية هذه اللعبة كان في هذا الوقت في فترة 68 كان قبل فترة السادات زي ما حضرتك أكد اعتقل هو لسه طالب سوير 17 او 18 سنة لانه مواليد 50 في هذا التوقيت كان توريتسكي بالفعل ينتمي لليسار المصري ويؤمن بمقولاته ومشاريعه لكن في أحد أصدقائه بعد ما دخل هو السجن ارتباطه او تجربة اللي قتحتها السجون ولقاءه بالاسلاميين غيرت في نفسه بعض القناعات حتى انه سك تعبير لصديقه الشيوعي قال فيه ان القطر اللي هيوصلنا للحكم هم الاسلاميين بنفس التعبير وقالها هذا الصديقي اللي لا أذكر اسمه وأحد الشخصيات اليسارية المصرية في مقال شهير على صفحة فند وفصل هذه المسألة لما سألوا البعض ازاي خارج الشاطر الشخصية اللي بخلفية يسارية اللي ينتمي للتنظيم الطليعي في مرحلة من المراحل يتحول هذا التحول فقال له انا ما تحولتش ولا حاجة ده قطر هيوصلنا للحكم وهنركبه غواية التنظيم او فكرة التنظيم السياسي العسكري المغلق الذي يدين اصحابه لقيادة ويسمعون ويطيعون لها بينما في معظم الطيرات السياسية تجد كل شخص قادر على ان تظهر ذاتيته يتكلم يقول رأيه ويحصل تداول الرأي انما فكرة ان يكون هناك قائد وجنود يسمعوا ويطيعوا هذه الصيغة مش موجودة غير في البيوش النظامية وفي التنظيمات الإسلامية هذه الصيغة هي التي غوت خارة الشاطر وربما زينت له ان يكون عضوا في هذه الجماعة وفي وقت مبكر اتغير الطموح الوظيفي الطموح العلمي والاكاديمي الى طموح اقتصادي او تجاري فبدأ يشتغل في التجارة وارتبط الطموح التجاري بالطموح التنظيمي داخل جماعة الاخوان واستطاع ان يسيطر على مقدرات التنظيم عبر حلقة ضيقة ممن يسمونها بالقضبيين ايه هم القضبيين القضبيين مجموعة تدين بافكار سيد قدب الانقلابية اللي هي بتؤمن بفكرة المفاصلة المسلحة مع الدولة ومؤسستها والقفز على الحكم عبر انقلاب مسلح يختلفوا عن مجموعة النظام الخاص او يرتبطوا نفسيا بالنظام الخاص في ان النظام الخاص الذي تأسس في العام 1940 رجاله كانوا في الفترة السبعينات خلاص في مراحل عمرية متقدمة وجدوا ضلتهم في هذا الفريق الجديد الذي يؤمن بافكار العمل المسلح ويدين بافكار سيد قدب الذي اعطى نفس لافكار التنظيم الخاص اللي كان حسن البنب يتكتم عليها حتى انه كان بيعمل مناهج خاصة لرجال النظام الخاص تختلف عن ما يسمى بالتنظيم المدني للاخوان المسلمين لانه كان عامل تنظيمين تنظيم عسكري مغلق سري اسمه النظام الخاص وهو اللي عمل عشانه رسالة سماها رسالة تعليم جه بعد كده مصطفى مشهور عمم هذه الرسالة رسالة التعليم على الصف الاخواني في اطار عسكارة الصف الاخواني كله ده تزامن بقى مع لان مصطفى مشهور كما تعلم حضرتك احد عشرة اساسه النظام الخاص فهو اللي اختار مجموعة من العناصر كان منهم خارة الشاطر محمود غزلان محيد دين حامد صبري عرفة كان من برضو من النظام الخاص هم اللي كانوا نواة ما يسمى بالقضيين اللي سيطروا فعليا على تنظيم الإخوان بدءا من العام 1990 وكان اول يقظى من الدولة المصرية لهذا التنظيم الجديد في العام 1995 لما تذكر لما عملوا ما يسمي باجتماع مجلس الشورى اللي قضيت سلسبيل وكشفت وقتها وسيقة التمكين اللي كانت بتعكس رؤية هذا الفريق الجديد لعملية الانقلاب على الدولة المصرية والاستلاء على الحكم استطاع خارة الشاطر أن يسيطر على حلقة ضيقة من قيادات الإخوان هي التي أدارت التنظيم حتى وصوله إلى حكم مصر في 2012 بمعنى أن القبيين الجدد في إشارة إلى هذا الفريق الذي كان يتزعم خارة الشاطر وكان من أعضاءه محمد مرسي محيد دين حامد محمود غزلان وغيره وكسر من شخصيات صف تاني أصغر زي مثلا أسعد شيخها زي أحمد عبد العاطي كل الشخصيات كل هؤلاء كل اللي كان لهم دور فاعل في المشهد السياسي من 2011 من 25 يناير حتى وصول الإخوان للحكم كانوا رجال خارة الشاطر وكان خارة الشاطر ياتهيأ للحكم لو لا أن لجنة الانتخابات أبعداته عن البعض يسأل هل لو كان خارة الشاطر مرر أو وصل للرئاسة كان الوضع حيختلف عن الوضع بعد وصول محمد مرسي أنا أتصور أنه كان السنة كانت هتبقى ساة شور يا أنه كان يعجل بسقوط بسقوط سريع للجماعة لأنه من عجل بسقوط هذا التنظيم كان خارة الشاطر استبدادوا بالقرار الحلقة الحلقة الضيقة لأدارة الجماعة اهداروا لفكرة الرأي داخل مؤسسات الجماعة لعلك تعلم أستاذ يوسف أن في قضية الدخول لانتخابات البرلمان المصري في 2012 كان السواد الأعظم من الإخوان ضد الدخول بأكتر من 30% أن ينفعش الإخوان يكونوا غير جزء من المشهد السياسي لا أن يكونوا كل المشهد السياسي أو جل المشهد السياسي والكلام بخلع للتصويت داخل ما يسمى بمجلس شورى الإخوان تلات مرات ودي كتأول مرة في تاريخ الإخوان أن يتعمل الاجتماع عشان يوصروا القرار فما يعجبش القرار خارة الشاطر فيتعادل اجتماع للمرة التانية والتالت حتى يحظى برضا حتى أنه بقى خلال الفترات دي كان بيمارس شكل من أشكال الضغوط بالمال والضغوط النفسية والضغوط بالنقاش والتنمر أحيانا على بعض أعضاء وقيادات مجلس شورى ودفعوهم دفعا للإيمان برأيه أو اختياره